استقبلت كنيسة السانت فاطيما بمصر الجديدة زوارها لحضور قداس عيد الميلاد المجيد وسط أصوات الأجراس والترانيم اجتمع الحاضرون على رسائل الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري وسط أصوات الأجراس والترانيم استقبلت كنيسة سانت فاطيما بمصر الجديدة زوارها لحضور قداس عيد الميلاد المجيد العيد هو دايما تقارب يعني احنا بنتقارب بنهني بعض الناس اللي بتكون زعلانة بتروح بتسلم على قريبها بتهنيهم في كل العيات سواء الميلاد القيامة الفطر الأضحى فخلي يكون العيد السنة دي فرصة عشان مصلحة مصلحة مع الدول اللي حوالينا وبركة المسيح سيد السلام تكون مع الجميع الترابط والتلح بين أبناء الوطن الواحد رسائل اجتمع علي الحاضرون مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري مسلمين وأقباط احنا جايين يعني نعمل صورة جميلة جدا نبين كيف أن الشعب المصري ملتحم كيف أن الشعب المصري واحد كيان واحد يحتفل جميعا بالأعياد معا كما هم يهنئوننا بأعيادنا نهنئهم بالأعياد بنقولهم كل سنة وانتوا طيبين يعني في هذا العيد ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا الأعياد مرات ومرات ويجعلنا أمة سالمة غنمة بإذن الله رسالتنا سلام وأظن قدي ربنا بيأكد هذه الرسالة في بلدنا وفي مصرنا من خلال روح السلام والمحبة والإخاء والدعم والسند تبادل الاحتفال يعني تبادل المعايدة في كنيسنا وتبادلنا نحن لما بروح نشارك بشكل أو آخر مع أخواتنا المسلمين أو في الطواف الأخرى حاجة دي بتثبت أنه الله حاضر في حياتنا يأمل الجميع أن يأتي العام القادم مليئا بالمحبة والخير وبعيدا عن الحروب والخراب ليعيش العالم في سلام وأمان يعتبر عيد الميلاد المجيد أحد أهم الأعياد المسيحية بما يتضمنه من رسائل المحبة والسلام للبشرية في ذكرى ميلاد السيد المسيح والذي كان ميلاده معجزة إلهية تدل على قدرة الله وعظيم شأنه وكل عام وحضراتكم بألف خير من كنيسة سانت فاطيمة محمد الخطيب التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر